يصادف اليوم السادس والعشرون من جوان اليوم العالمي لمكثاحة المخدرات والاتجار الغير مشروع بها فأطنان المخدرات التي تخترق الحدود الجزائرية يومياً من الحدود الغربية للبلاد تشكل خطراً كبيراً على الشباب الجزائرية فكل التقارير تفيد بأن المغرب هو من يتعمد إغراق الجزائر بمئات الأطنان من السموم حيث تجوزت الكمية المحجوزة 800 طن من المخدرات خلال تسع سنوات وتورط حوالي 145 ألف شخص من بينهم 1279 أجنبي في قضايا التهريب والاتجار فيها في حين أن ما يتم تدوله وتهريبه عبر الحدود في الواقع يفوق بكثير النسب المعلن عنها سبقاً بعد الانتشار الهائل لها في المدارس والجامعات والأحياء الشعبية وتحتل الجزائر المرتبة الثانية عالمياً بخصوص كمية المخدرات المحجوزة بعد إسبانيا وأصفرت فرق مكافحة المخدرات للأمن الوطني خلال ثلاث الأول لسنة 2016 عن ضبط 27.816.874 كيلو جراماً من الكيف المعالج كما أعلن روان الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة أن المملكة المغربية تبقى المنتج والممون الرئيسي في العالم لمادة الحشيش القنب الهندي لتصديرها للأسواق الأوروبية والإفريقية بصفة خاصة مما أصبح يهدد جيرانها بشكل مباشر وتشكل خطراً على الأمن القوي للبلاد